كيف يستطيع الطبيب الشرعي معرفة زمن وفاة الشخص وطريقة موته بدقة إليك خمس معلومات طبية مذهلة أولاً 1 درجة الحرارة أول عمل يقوم به الطبيب الشرعي هو أخذ درجة الحرارة للميت كل ساعة تمر تؤدي لنقص درجة الحرارة مقدار 1 درجة مئوية ثانياً صلابة الجسم صلابة جسم الميت يبدأ جسم الميت بالتصلب ابتداء من 30 دقيقة وحتى ثلاث ساعات بسبب انعدام تدفق الأكسجين ويبدأ التصلب ابتداء من جفن العين وينتهي بكامل الجسم مثلاً بعد 4 ساعات تتصلب عضلات الرقبة بعد 6 ساعات تبدأ عضلات الصدر بتصلب بعد 10 ساعات عضلات البطن بعد يوم كامل يزول التصلب ثالثاً شكل العين فعندما يتشكل غشاء حول العين فهذا يعني أن الشخص قد مات منذ ثلاث ساعات رابعاً لون البشرة سيتحول الجسم للون الأخضر بسبب تشكل البكتيريا التي تبدأ من أسفل البطن وتنتشر في كامل الجسم ومن 4 إلى 7 أيام ستبدو العروق واضحة وبارزة خامساً ترسب الدم هنا يتم التمييز فيما إذا تم تحريك الجسم أثناء الواقعة أم لا فإذا كان هناك إحمرار فقط في الظهر فهذا يعني أن الجسم لم يتحرك من مكانه منذ الواقعة وإذا كان الإحمرار في الظهر والصدر فهذا يعني أن الجسم تحرك أو هناك من حرك الجسم أجارنا الله وإياكم من هذه الوقاعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر